ما زال التوتر يسيطر على حدود لبنان الجنوبية مع مواصلة إسرائيل استهداف القرى والبلدات الحدودية حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بلدات بجنوب لبنان ورصد إطلاق قذائف عدة على مواقع في مزارع شبعة من جهته قال حزب الله أنه استهدف بالصواريخ مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في ديشون وأنه حقق إصابات مباشرة أعلنت شركة الشحن الدينماركية ميرسك استعدادها لاستناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة ميرسك قالت أنها ستعلن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة لكنها أشارت إلى أنها قد تلجأ مرة أخرى لتحويل مسار السفن وفقا للظروف السلامة وكانت شركة الشحن العملاقة أوقفت إرسال السفن عبر مضيق باب المندب هذا الشهر مؤقتا بسبب الهجمات على سفنها وهذا جعل قناة السويس التي تعتبر أساسية للتجارة العالمية غير صالحة للاستخدام بالنسبة لمعظم المسارات ووسط التوترات في البحر الأحمر وبعد ساعات من الاتهامات الأمريكية لإيران باستداف ناقلة قرب سواحل الهند بطائرة مسيرة طرقت من أراضيها قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الاتهامات الأمريكية غير صحيحة بتاتا لافتا إلى أن اتهمات واشنطن واللندن لطهران بأعمال تخريب في المياه الدولية لا أساس لها من الصحة ولا قيمة لها موسيقى